هنا بحي الشيوخ ببوفريزي بأعالي العاصمة الصور تلخص الواقع المزري الذي تعيشه العدد من عائلاته زخات مطر كافية لتحول حياة سكانه إلى جحيم لما يرافقها من زلاق في التربة أو فيضان الواد المحتمل في كل لحظة بشتان ولو دي مور فيبون الفالي يجو لكي دي وتحب الواد أنا صابرين وش نديره؟ مشي غير احنا رأي هناك قاع الحي هذا قاع وريب وهذه أكثر دارة اللي حتريب على الجيران منها قد يجي اشتاء هاي الجياذي قاع من جوزوش عليها اشتاء تدخل البرد يدخل الباب مش تتغلق لي هذه زوج خطراتهم نقول الباب مش تتغلق رأي لي طبحها يدخل يعني تعود اشتاء والله هيمال القدوم مش وعلا نعود نقول لهم ودي روح وشبوا البنية هريك كدار تحاليها ولا كدار معاناة السكان تعددت وتنوعت فالحي يغرق في مجاري الصرف الصحية بما يشكله ذلك من خطر على صحتهم ليس هذا فحسب فالخنازير أصبحت زائرا ثقيلا عليهم بل وباتت تتقاسم معهم المكان بفعل تسرب المياه القذرة أدنى شروط لحياة ما كاش ما شاء الله احنا ولدها ما زال مريقه قالك زوخي روح ولدها هم ولدها ما زال مرميين احنا عرانا نروحوا بالعقل دكتكت رحلني منك يديني نفوت يوم بعده نفوش نعيش لولادي دار كميرا ورغم وضع الحي في الخانة الحمراء الممنوعة من السكن نظرا لخطورة المكان إلا أن القرار لم يتبع بتحرك السلطات لوقف معاناة لن تنتهي إلا بالترحيل إلى سكنات لائقة تحفظ كرامتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر